بعد مرور أكثر من ثمانية عشر أسبوعا على سرايان الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن وتمديدها مرتين بنفس الشروط أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندنبرغ سعيه إلى تحسين الهدنة عبر توسيعها وتتصدر المحاور التي يعمل عليها المبعوث الأممي صرف رواتب الموظفين إنهاء الحصار على تعز وفتح الطرقات نوضح أكثر الحقيقة فيما يقدمه أو يريده أو يسعى إليه المبعوث الأممي في إطار شروط أو توسيع هذه الهدنة خلال إحاطاته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي كشف المبعوث الأممي عن خطته لتوسيع الهدنة في اليمن والتي تشمل أربعة محاور تتمثل في الاتفاق على ألية شفافة وفعالة لصرف منتظم لرواتب موظف الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين وفتح طرق تعز ومحافظات أخرى تواجه حصارا حوثيا ممتدا لسنوات وإضافة المزيد من الواجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة هذه المساعي تواجه تعقيدات ربما أبرزها رفض الحوث الدائم لجميع مقترحات فتح طرق تعز وهذا تبعناه في مفاوضات عمان كما أن آلية صرف رواتب الموظفين ما زالت محل خلاف بين الطرفين خاصة في ظل الانقسام المصرفي والمالي بينهما نقطة توسيع وجهات السفر من مطار صنعاء إلى وجهات أكثر هذه نقطة شديدة الحساسية بالنسبة للشرعية ودول الإقليم فماذا سيحدث إذا طلب الحوثي توسيع هذه الوجهات إلى طهران وبغداد ودمشق وبيروت حيث البؤر التي توجد فيها أذرع المشروع الإيراني نقطة ملغومة محللون يتوقعون أن خطة جروندنبرغ ربما تجابه أو تجابه بتعانونة حوثي خصوصا بعدما فشل في تمديد الهدنة ستة أشهر ثم مع الضغوط وفق الحوثي على شهرين في نظر المحللين إذا كانت مسألة إنهاء حصار تعز هي مربط الفرس بالنسبة للشرعية والشارع اليمني المساند لها فإن عملية صرف الرواتب إذا نفذت كما يقترح جروندنبرغ ستمثل اختراقا محوريا في طريق السلام في اليمن مبعوث الأمم يحاول جاهدا إحداث اختراق وتمديد الهدنة الإنسانية التي أصبحت تراوح مكانها بسبب صلف وتعنت ميليشيات الحوثي وعدم تنفيذ التزاماتها سأنقش هذا الموضوع بتوسع معي من الرياض سزمانع المطري عضو مؤتمر الحوار اليمني سبقا سزمانع أهلا بيك هل نبدأ بهذه الشروط يعني الرجل يريد الضغط هنا وضغط هناك لكنه دائما يمارس ضغط على الشرعية وبالتالي هل يمكن أن يرضخ الحوثيون هذه المرة بالنسبة لشرط واحد حتى الرواتب أو طرق تعز مثلا يعني ربما تشكلوا حسنية من قبلهم إن نفذوا ذلك نعم مساء الخير عليك وعلى المشاهدين أنا أعتقد أن الجهود المستمر للمبعوث الأممي ومن خلفه المجتمع الدولي هي جهود إيجابية في إطار التوجه العام لدى المجلس الرئاسي باعتباره هو القيادة الشرعية للجمهورية اليمنية منذ إعلانه أنه يريد أن يحقق السلام يريد أن يخفف معاناة اليمنيين لكن في نفس الوقت هذه الرغبة المحلية من القيادة السياسية والإقليمية من الأشقاء وأيضا الدولية من المجتمع الدولي تصطدم برغبة الحوثيين في استمرار وضعهم كورقة إيرانية لتهديد أمن واستقرار المنطقة وتحقيق مصالح إيران وبالتالي أن أي مقترحات حقيقية تخفف عن المواطنين حالة المأساها الإنسانية التي تسبب بها الإنقلاب تفقدهم من وجهة نظرهم ورقة هامة تبقي الملف اليمني حاضرا لدى المجتمع الدولي أو لدى بعض اللوبيهات تاخل المجتمع الغربي تحديدا أن هناك أزمة إنسانية وأن هناك دول كبيرة تعتدي على اليمن هذا ما يسوق له الحوثي في هذه المجتمعات ويلد بقاء الأزمة إنسانية بدون بقاء أزمة إنسانية لا يستطيع أن يسوق مثل هذه المبررات لأن الناس لن ينظروا إلا لانتهاكاته وبالتالي هو سيماطل في القبول بأي توسيع للهدن ما لم يكن ذلك محققا لمصالح مثل أن توسع الوجهات إلى مناطق تعتبر تهديد للأمن الوطني وللأمن القومي للمنطقة بشكل عام يعني هو له شروط والشرعية لها شروط الشرعية دائما تفي بشروطها وهو لا يفي بشروطها هو يريد هذه المرة توسيع وجهات مطار صنعاء وخصوصا يعني إلى بيروت وإلى بغداد وإلى طهران وأتصور ربما هذا يعني هل هذا الشرط ممكن أن يقبل من قبل الشرعية سوزمانع أنا أريد أن أوضح شيء في البداية قبل أن أرضى على سؤالك الشرعية ليس لديها شروط مطلقا الشرعية لديها منطق هو منطقة قانون الدولي في الالتزام بمبدأ أن لا يتم الإخلال بالميزان القانوني بين الشرعية والإنقلاب هذا أولا والثاني أن لا يكون أي تسهيل مرتبط بتحقيق مصالح سياسية لأي طرف هي من خلال الهدنة لا تسعى لتحقيق مكالب سياسية بقدر ما تسعى لتحقيق مطالب المواطنين لو طرح مثلا فيما يتعلق بسؤاله لو طرح مثلا أن يفتح مجال لرحلات سياسي رحلات جوية إلى طهران أو إلى أي مدينة إيرانية أو إلى أي مدينة يتواجد فيها نفوذ إيراني بالتأكيد سيواجه هذا برفض مطلق وقاطع ونهائي هناك أيضا قضية مهمة بالتبطة بالشرعية أنها عدد التنازلات أو كمية التنازلات التي قدمتها في فترات سابقة تجعلها حذرة في تقديم تنازلات هذا المرة لأنها ستعاني من سخط شعبي يفقدها جزء من مشروعيتها ومن حضورها ومن تأثيرها على المجتمع لا تستطيع أن تواجه تمردات داخلية في هذه الفترة وبالتالي يجب أن تكون مواقفها معبلة عن الإرادة الشعبية لكن فيما يتعلق بتوسيع الرحلات نعتقد أن الحكومة ستتبنى مقترح منطقي وهو أين الهدف من توسيع الرحلات هو تقفيف المعاناة لليمنيين المتواجدين في الخارج ولليمنيين الراغبين في السفر فاستعرضوا كشف بقائمة الجاليات اليمنية أين تتواجد الجاليات اليمنية الكبيرة صحيح في السعودية في الإمارات في الدول العربية بشكل رئيسي مصر الأردن هذه الدول التي يتواجد فيها يمنيين في الدول الغربية أكبر جالية موجودة في الولايات المتعالية الأمريكية ثم في بنيطانيا لماذا لا تفتح الرحلات إلى هناك إن كانوا مستعدين يستقبلوا الإرهابيين إليهم يفتحوا الرحلات مباشرة من صناعة إلى واشنطن في ظل هذا التوصيف للموقف السياسي أنت مع أنه شهرين شهرين مصار هذه الهدنة سنتابعها هكذا تمديد شهرين في شهرين أم سنكون أمام هدنة حتى ستة أشهر يعقبها إجراءات سياسية ربما تكون أكثر فعالية أنا أعتقد أن رغم الضغط الدولي على الحكومة الشرعية لكن الأرضية الآن ليست مهيئة لإجراء نقاش سياسي مباشر مع الحوثيين حول خطوات قادمة لأن حتى هذه الهدنة التي يتم تمديدها كل شهرين لم تستكمل شروطها الشروط التي عليها يتم بناء الثقة ما بين الأطراف لتقعد على طاولة حوار أو حتى لتناقش مواضيع جديدة طالما واستمرار حصار تعز قائم فما الذي قدمها الحوثيين للشعب اليمني أو للهدنة تحديدا لم يقدموا شيء في اتجاه الهدنة إضافة إلى أن موضوع الرواتب يعاني من مشكلات كبيرة الحوثي وظف بـ 20 ألف شخص من أتباعه ومن ناس غير مؤهرين وأقصى من داخل الجهاز الإداري بالآلاف هؤلاء الناس كيف سيتم معاملة الرواتبهم والحكومة تتمسك بكشوفات الرواتب المعتمدة في موازنة 2014 وهذا المطلب هو ساري وأقرها المبعوث الأمم السابق والذي قبله والذي قبله منذ بداية الإنقلاب طيب سوز مانع إذا الميليشيات نفذت مطلب الشرعية في دفع الرواتب ولم تنفذ فتح الطرق في تعز هل يمكن القبول بهذا الشيء؟ موضوع الرواتب مرهون بعدة مواضيع بآلية يجب أن تكون ممكنة هذه الآلية الممكنة أولاً هو إيقاف الإنقسام المصرفي يجب أن يتكون البصارف تابعة للبنك المركزي في عدن وحتى شارك هذا الصلاة التي تعمل في صرعاء حتى يكون هناك توحيد للعملة غير معقول أن أحول للموظف من عدن 100 ألف ريال ويسلم له هناك 40 ألف ريال فقط في صرعاء هذه مشكلة عويصة المسألة الثانية يجب رفع الحدود الجمهورية المستحدثة لأنه لا يجب أن يكون هناك جباية موازية أو جمارك مفروضة على السلع مراتين وتحسب إرادات فيما تأخذها الميليشيات العوذية يجب أن يقف هذه الجبايات حتى تتحمل الحكومة مسؤوليتها في صرف مرتبات الموظفين كاملة في كل المناطق نعم شكرك سزماني عن مطري عضو المهتمر الحوار اليمني سبقاً شكراً جزيلاً لك سزماني شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات طلت عشرات المواطنين في شرق محافظة دمار وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي داهمت اليومين الماضيين منازل الأهالي في منطقة مخلاف كومان في مدرية الحداء ميليشيات طردت الأهالي وأطلقت النار على منازلهم واختطفت العشرات بينهم مسنين كما قامت بالاعتداء الجسدي على الأطفال والنساء وقال أبناء مخلاف كومان في بيان إن ميليشيات الحوثي تهدف من حملتها خطف عدد من مشايخ وأمناء المنطقة الذين رفضوا حشد أبنائهم للدورات التي تقيمها الجماعة وكذب البيان مزاعم الحوثي بأن الحملة جاءت لوقف الصراع بين قريتي كومة سنام وسبلة بني بخيت أكد قائد الأسطول الخامس الأمريكي تشارلز كوبر أنه تم ضبط ما يصل إلى تسعة ألاف قطعة سلاح خلال العام الماضي جميعها كانت قادمة من إيران إلى اليمن لافتا إلى أن هذه الكميات من الأسلاح المهربة تشكل ثلاثة أضعاف كميات السلاح التي ضبطت في عام 2020 وأضاف كوبر أن ما تركز عليه واشنطن هو كيفية التوسع واستخدام التقنيات المتطورة في محاولة لردع أي عمل مزعزع للاستقرار والتعامل معه سريعا من أجل ضمان الأمن البحري الإقليمي وتابع قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية أن الدور الأساسي والمهم هو ضمان حرية التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة والممرات الاستراتيجية من القاهرة المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني الدكتور علي الذهب دكتور علي أهلا بك دور الأسطول الخامس في منع تهريب السلاح ووصول السلاح إلى الحوثيين أسئلة بتطرح بمعنى أنه يستطيع أن يفعل أكثر لكنه لماذا هذا هو السؤال هل هي دخلت ضمن ترتبات وقياسات سياسية بين أمريكا وإيران مثلا فقل دوره عما كان يحدث في سنوات ترامب مثلا تحية لك أستاذ محمود والمشاهدين جميعا الغرب المحيط الهندي منطقة واسعة وأشرنا فيما سبق أنها تمثل مستودعا عائما للأسلحة وهذه المنطقة بطبيعة الحال لا يمكن أن يتحكم بها الأسطول الخامسة الأمريكي بمفردة أو حتى التحالف الدولي البحري التي يتكون من أربع فرق الفرق 150 و 51 و 53 و 53 التي أعلنت مؤخرا وهي تعمل ابتداء من الخليج العربي مرورا ببحر العرب وخليج عدن حتى جنوب البحر العمر لا بد من تعاون دولي وهذا التعاون هو للحد من ظاهرة تهريب الأسلحة أو مختلف أنماط الجريمة المنظمة تهريب المهاجرين تهريب المخدرات تهريب السلع المسروقة والنفط وما شابه ذلك والاتجار في البشر وخصوصا النساء والأطفال هذه المناطق شهيرة جدا بهذه المعارسات أتصور أن هناك جانبا أيضا سياسيا تلعب في دور المصالح المشتركة بين الغرب وإيران في مسألة المفاوضات إعادة الإحياء لتفاق النوين الذي هو حديث الساعة بين هذه الأطراف ولكن في كل الأحوال هناك كثير من الاعتراضات البحرية التي ألقي القبض بها على كثير من السفن التهريب وتستخدم إيران بالشكل رسمي أو بغير رسمي أدواتها الممكنة لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق القوارب الصيد أو المهربين السفن التي ليست لها أي هوية ولعلنا نشير هنا إلى الخلية التي أعلن عنها قبل ثلاثة أو أربعة أيام أو أسبوع بشأن تهريب الأسلحة وهو القبض على بعض عناصرها ومكونة من سبع مجموعات في تعداد ما يقارب 36 إلى 37 شخصا هذا يشير إلى أن هناك تدفقا مستمرا وأن مواجهة هذا التدفق للأسلحة سواء للحوثيين أو لأذرع إيران المسلحة في المنطقة يزداد بين حين وآخر ولا يمكن قمعه إلا بتعاون المجموعة الدولية الواقعة في المحيط الهندين التي هي إيران ليست واحدة منها لأنها لا تشترك في أي تجمع لمواجهة هذه التهديدات دكتور علي مصادر التهريب يعني متنوعة البعض يتحدث عن صحيح المصدر البحري مهم جدا بالنسبة لإيران وبالنسبة لمليشيات الحوثية لكن ماذا عن المصادر الأخرى يعني أسلح يدخل من أين تحديدا غير البحر والممرات المائية الأسلحة للحوثيين هي طبعا متعددة ولكن المصدر الرئيس هو التهريب عبر إيران وهكذا تشير التحقيقات ولكن إيران لا تزال تنكر ومصدرها الإعلامي في وزارة الخارجية أنكر ما تدو إلى خلال الأسبوع الماضي ولكن الأسلحة التي بيد الحوثيين تحدث عنها خبراء روس ونشروا مطابقات عديدة تثبت بأن هناك أسلحة مشاء وأسلحة مضادة للدبابات وصلت إلى الحوثي عن طريق عملية التهريب البحري ولكن أيضا لا نكر أن هناك جماعات التهريب الأسلحة من القرن الإفريقي وهناك سوق داخلية سوق سوداء تمثل أحد المصادر الرئيسية فضلا عن ما يسمى أو ما يعرف بالسوق الرمادية وهي عبارة عن أسلحة دخلت إلى الجيش أو الحكومة الرسمية ويتسرب بطريقة أو بأخرى إلى أيدي الحوثيين وإلى السوق السوداء الذي يشتري منها المواطنون اليمنيون بشكل عام يعني القول بأنه ممكن لو أن أمريكا أحكمت سلطتها عبر الأسطول الخامس على المرات البحرية يمكن أن يعمل تجفيف في تصدير ومصادر الأسلحة قول مغلوط لأنه حتى لو منعت بحريا لن تستطيع أن تمنع بريا دون شك وسيحد كثيرا إذا كان هناك جدية في ذلك ولم يكن التوظيف السياسي حاصل في هذه المسألة ولكن يظل خفر السواحل اليمنية والقوة البحرية اليمنية منوطة بالجهد الأكبر لمواجهة تدفق الأسلحة فضلا عن الجهود الداخلية داخل المناطق المحررة التي أيضا يجري فيها التهريب بطريقة وبأخرى فكرة تصنيع دكتور علي لأن البعض يقول مثلا أنه المندوب الإيراني الذي كان في المنطقة كان في اليمن يعني هناك تصنيع خصوصا الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ وشيء من هذا القبيل هل فعلا يصل وصل إلى هذه المرحلة أم أنها ربما قويل بطبيعة الحال كثيرا ما يترحى هذا الجدل وأن الحوثيين ليس لديهم القدرة على الصناعة ومجمعنا أشياء وكثير من المبررات التي يمكن القبول بها لأن دول كثيرة لم تستطع أن تصل إلى ما يمكن أن يقال أن الحوثيين يصنعون هذه الصواريخ أو الطائرة غير المأهولة ويقذفون بها أو يهددون بها دول الجوار بطبيعة الحال لابد أن وراء الأكمة ما وراءها بمعنى أن هؤلاء الخبراء قد يكونوا إيرانيين قد يكونوا أيضا عرب من دول عربية تنتظم مع إيران في أهدافها وفي سلوكها في المنطقة فضلا عن ذلك لا ننسى أن الجيش السابق كان لديه بنية أساسية في صناعة الأسلحة أو الأسلحة المشاة وأيضا عربات النقل المشاة فضلا عن الذخيرة قطع الغيار في كل الأحوال هناك بنية أساسية لبما لم تطلها طائرات تحالف خلال الثلاث سنوات الأولى التي استهدفت ولا ننسى أن هناك أيضا دورا كبيرا للتحشيد المادي الذي استطاع الحوثيون به رفض خزينة الحرب وشراء الكثير من الأسلحة بشكل قطع أو قطع غيار لتعزيز قدرتهم في القوى والوسائل دكتور علي البعض يتحدث أن الهودن دائما تستخدمها الميليشيات لعادة ترتيب نفسها وأيضا تقوية نفسها في اعتقادك ما هي تلك المواقع أو الأماكن التي يمكن أن تكون أكثر اشتعالا إن فشلت هذه الهودن في وقت من الأوقات أو استفادت الميليشيات من تحشيد نفسها فيها التركيز الأكبر في اتجاه المحور الأول وهو محور مأرب ومأرب قد يباغت منها من اتجاه كما أشارنا في لقاءات سابقة هلال يمتد من جنوبها إلى شمالها الغربي وهذه المنطقة من شمالها الغربي نعم وهذه المنطقة هي أكثر المناطق عرضة للهجمات التي يمكن أن يتقدم من خلال الحوثيون لكنها أيضا في نفس الوقت الحكومة مستعدة والقوات الحكومية مستعدة لهذه الاحتمالات ولديها من القدرة ما يكفيها مثلما أن الحوثيين يحشدون أيضا هناك احتمالات واردة وعزة القدرات في هذه المناطق الاحتمال الآخر قد يكون هناك في تعز وبخاصة الاتجاه محور المخاء التي يتواجد فيها قوات القوات المشتركة قوات حرص الجمهورية وهي تعد أنا في تصور أنها القوات التي يحاول الحوثيون تقزيمها إعلاميا فضلا عن محاولة اختراقها بالجواسيس والمخبرين ولعل الخلال التي أفصحت عن مثل هذه الممارسات تقول أنها هدفا رئيسا للحوثيين إذن هناك اتجاهين هناك اتجاهين اتجاه الأول مأرب والاتجاه الثاني مناطق سيطرات القوات المشتركة في المخاء وأجزاء الساحل الغربي الممتد إلى ميناء باب المندب دكتور علي الذهاب شكرا جزيلا لك دكتور علي حذرت الخارجية الأمريكية من احتمالية حدوث اضطراب في حركة الشحن العالمي في حال تسرب نفط من خزان صافر العائم قبلة سواحل اليمن وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية أن التسريب التالي قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى في منطقة البحر الأحمر وأشار إلى أن مخاطر التسرب قد تدمر سبل عيش اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري وغيره من الصناعات الأخرى لإطعام أسرهم من الرياض ينضم لنا المحلل الاقتصادي اليمني لأستاذ فارس النجار أستاذ فارس أهلا بك خلينا في البداية هذا التسريب من ناقلة صافر إلى أي حد يمكن أن يعطل حركة الحياة التي يترتب عليها معيشة الناس بشكل أو بآخر خصوصا صيد السمك وغيره مساء الخير عليكم مساء الخير شوز فارس على كل أستاذ المشاهدين خزان صافر كارثة بيئية تؤثر ليس فقط على اليمن هناك كثير من الدول ستتضرر خاصة الدول القريبة على البحر الأحمر كمصر والسعودية بالنسبة للتأثيرات الاقتصادية التي ستتعرض لها اليمنيين خزان صافر استمرار التسرب من نوع في غارس يؤدي لفقدان أكثر من 235 ألف يمني من يعملون في القطاع السمكي لمصدر أرزقهم هناك أكثر من 10 ألاف بئر مياه ستتضرر هناك أكثر من 186 من العاملين في قطاع الزراعة ستتضررون كثير من المحافظات الممتدة والقريبة من محافظة الحديدة كصعدة والمحويت وصنعاء والتي تعتمد بدرجة رئيسية على الزراعة ستتأثر محصولها الزراعي هناك أيضا مشكلة على مستوى البيئة السمكية وبيئة البحار اليمنية سيؤدي لاختفاء أكثر من 300 نوع من الشعب المرجانية يعني كارثة اقتصادية فقط التفكير أن حدوثها قد يكلف تصفيتها أكثر من 20 مليار دولار ولكن أنت تتخيل حجم الكارثة طيب يعني البعض يتحدث عن الكوست على التكلفة التي تتعلق بخزان صافر بريطانيا تقول أنا دفعت المطلوب مني دول بعض الدول الأخرى تقول لما أدفع ما المطلوب لي أن يتم حل هذه المشكلة بالأرقام يعني حاليا المشكلة هي ما تم جمعه حتى الآن هو ما يقارب 33 مليون دولار كان الجزء الأكبر من المساهمة من قبل المملكة العربية السعودية التي تبرعت بعشر مليون دولار المشكلة هي حاليا ليست في المبلغ الذي تم جمعه لعمل الصيان الخاصة بخزان صافر المشكلة الرئيسية هي في تعنط الحوثيين حتى الآن وعدم قدرة سواء كان المبعوث الخاص بممتحدة أو المبعوث الأمريكي لإقناعهم بالسماح بفريق المتخصص بالصيانة لإقراء أعمال الصيانة أكثر من مرة كان يأتي فريق الصيانة ويسمع له بالطلوع لتقييم الوضع من ثم لا يقومون بأي أعمال صيانة أعتقد بأن اليوم أصبحت الصورة واضحة هنا كثير من المبادرات قدمت حتى على مستوى أن يتم بيع ما هو موجود في خزان صافر من النفط والذي تقدر قيمته بأربعين مليون دولار وأن يتم الاستفادة من هذا المبلغ إما لصيانة الخزان أو لدفع رواتب الموظفين سواء كان في مناطق سيطرة الحوثيين أو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلا أن للأسف الشديد تعنت الحوثيين وخذلان المجتمع الدولي وتخاذلوا أمام هذه الكارثة التي سيتضرر منها التجارة الدولية عموما اليوم نحن نتكلم على أن أي تسريب لهذا النفص يؤدي إلى إغلاق باب المندب نتيجة أي تسرب زيتي أو نفطي الأمر ستتضرر منه أيضا قرات السويس وتتضرر منه التجارة الدولية بشكل عام وسيخسر العالم مليارات الدولارات خلال أيام معدودة طيب يا موضوع الرواتب أنت أشرت إلى موضوع الرواتب وهو شرط مهم جدا في مسألة الهدنة وتمديدها أو توسيعها كم يريد المبعوث الأممي وهنا أسألك يعني هو المفروض أنه كم دخل في خزينة اليمنيين الآن عفا الحوثيين الآن من حينما موضوع الحديدة عادة فتح وتمرير السفر وكم مطلوب لدفع الرواتب المؤجلة يعني لو تعطينا بعض الألقام السويس فارس يعني ما كتسبوا الحوثيين حتى الآن منذ بداية الهدنة هو ما يقارب 140 مليار ريال يمني عموم رواتب اليمنيين في القمهورية اليمنية كان في عموم القمهورية سواء كان مناطق السيطرة الشرعية أو مناطق الخضوع تحتية ميليشيات الحوثي يبلغ شهريا 120 مليار في هذا جميع الموظفين المسجلين لدى الخدمة المدنية وبالتالي فأن المبالغ التي حصلت عليها جماعة الحوثي هي تغطي ما يقارب 80% إلى 90% إن لم تكن تغطي المبالغ كاملا لدفع جورو رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها إلا أن جماعة الحوثي حتى اللحظة يبدو أنها غير متأخرة بذلك حتى لا يعني رواتب متأخرة كم شهر مثلا 140 مليار 140 مليار لو افترضنا أنا أشارت لك في عموم المحافظات 120 مليار تكفي لدفع رواتب الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية لما اليوم المطلوب من الحوثي أن يستخدم طبعا المطلوب من جميع الموظفين قطاع الدولة ما يقارب 120 مليار هي تكلفة دفع رواتبهم عموما المقيدين لدى الخدمة المدنية اليوم المطلوب من جماعة الحوثي أن يتم استخدام 140 مليار فقط لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها إلا أنها حتى اللحظة تتعنى وجهت وقالت بأن المبلغ غير كافي لدفع رواتب الموظفين وأعلنت الحكومة اليمنية بأنها ستقوم بتغطية الفارق ودفع رواتب يعني استكمال المبلغ المتبقي إلا أن جماعة الحوثي حتى اللحظة لم تورد أي من المبالغ هذه إلى البنك المركزي ولم تدفع ولا ريالا واحدا لرواتب الموظفين كما هو الحال سابقا في التفاق ستوك هولم أيضا كان هناك مبالغ سابقة وصلت إلى 70 مليار ريال ولم تدفع هذه الأشياء بعد التفاق ستوك هولم رحلت إلى البنك المركزي في الحوثي ولم تدفع ريالا لرواتب الموظفين إذن المسألة هي ليست تغطية العجز بقدر ما هو تلكء من جماعة الحوثي سيد فارس النجار المحل الاقتصادي اليمن سيد فارس شكرا جزيلا لك يتواصل هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق واسعة من اليمن وسط تحذيرات من استمرار الحالة الجوية الماطرة وقالت مصادر محلية أن سيول جارفة تسببت في جرف منازل النازحين غرب مدرية عبس بمحافظة حجة كما حصلت قرية بني عرجان والقرى المجاورة لها نتيجة انهيار حاجز مائي في المنطقة على سعيد متصل قالت مصادر محلية أن سيول الأمطار حصلت وأغرقت عشرات المنازل في مدينة في محافظة دمار جنوب صنعاء وسط مناشدات من الأهالي بإنقاذهم من الغرق ميليشيات الحوثي قالت أن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها صنعاء والمحافظات القاضعة أدت إلى وفاة مائة وستة أشخاص